هذا يسأل هل يجوز حجز أماكن في المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كان الإنسان جالس في مكان وذهب لحاجة ويرجع نعم يحجز ما في مانه أما إنه يحجز المكان ويروح ولا يرجع إلا بعد مدة يروح ينام ولا يروح يبيع ويشتري لا هذا ما يجوز أما إنسان في المسجد وطرى له شغل ويرجع قريبا يروح يتوضى يجيب كتاب ياخذ مصحف أو ما يشبه ذلك أو يكلم شخص ويرجع هذا في فكم الباقي في المسجد ما في مانع يجعل في مكانه ما يحفظه له لأنه راجع إليه